عجبني كمان النهاردة ما رسم تسليم درع الدورة كيات الأمور حلوة وشيك ونضيفة وهادية وما فيش مشاكل وما فيش أسماء وفيش ما فيش كالكعة يعني ده برضو مشاهد حالو فيه مشاهد تاني على الهامش كده مالوش علاقة باحتفالية النادي القدي بس بما أننا كثيرا كثيرا يعني ما ننتقد أحيانا الإخراج التليفزيوني التصوير التقنيات سعب نقول الملعب مش عارف إيه سعب ننتقد الحاجات دي للصالح يعني إن الأمور تتحسب نهاردة شفت منظر عجبني جدا جدا حاجة كده ما بتتعملش بالمناسبة يعني غير في الدولة الأسبانية يعني عم بشوفهاش غير في الدولة الأسبانية هتقول لي إيه اللي ما بتشوفهاش غير في الدولة الأسبانية في نقل الدولة الأسبانية النقل التليفزيوني للدولة الأسبانية إنه يبقى اللايف شغال المباراة شغالة عادي وفي نفس الوقت كان فيه لقطة مهمة والمباراة شغالة محتاجة تتعاد فيعدها لك في ويندو تاني في شاشة منفصلة الوحدة فانت بتتفرج على اللايب وبتتفرج على الاعادة برضو تعالفين طبعا حيكنا بننتقد مخرجينا زي المشهد ده كده اللي هو انا في ويندو وفي ويندو جنبي في ويندو لايف اللي هو المطشي شغال ويندو فيه الاعادة زمان زمان مش زمان قوي يعني ده ممكن من انبارح يعني كان مخرجينا المحترمين بعضهم وقلة قليلة جدا احنا ما شاء الله عندنا فيها تطور القصة دي كويس قوي بس ممكن تبقى المباراة شغالة يقطع على المباراة ويجيب اعادة فتتجن ان انت بقى يا ابني هاتت اللايب الكورة جول فتتدائي جدا متزعل دلوقتي الكلام ده حلو انا حب اشوف اللقطة الحلوة واشيد بيها عشان كتير بننتقد اكتر ما بنشيد فلأ فرصة ادام فيه حاجة نشيد بيها نقول برافو برافو للي فكر برافو للي طور برافو للي ساعد على التطوير كل ده شيء رائع جدا حلوة نحن نعمل بروبات للموسم الجديد واضح ان فيه شغل واضح ان الناس عايزة تطور واضح ان الناس مش مستسلمة احنا بقى اننا كان موسم كده مستسلمين لبعض الاخطاء الكثيرة دلوقتي لا انا شايف تحسن في امور كثيرة جدا ان شاء الله تبقى الامور جيدة الفترة اللي جاية